السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بالجميع لدينا اليوم تجربة فريدة وسريعة وفيها فائدة كبيرة عندنا هذه الأوراق المختلفة وضعناها في الماء تحت أشعة الشمس المباشرة وتحت الحرارة العالية وذلك لمعرفة كيف يحدث الذبول أثناء العطش وأي ورغة من هذه الأوراق سوف تذب الأسرع وكيف يكون شكل الذبول طبعا مكثت الأوراق في الماء لمدة 7 دقائق ومكثت بدون الماء لمدة 10 دقائق طبعا نشاهد الآن أن الذبول متفاوت الذبول بنسبة أعلى على ورغة الكركديه ثم ورغة التين وورغة نبات البوتس لا زالت سليمة وذلك بسبب تركيبة الأوراق حيث أنه لكل ورغة تركيبة خاصة منها ما يبخر الماء بشكل أسرع ومنها ما يبخر الماء بشكل أقل وكان شكل الذبول على ورغة التين بالانكماش إلى الأعلى أما شكل الذبول على ورغة البوتس بهذا الإسويدات أما شكل الذبول على ورغة الكركديه بالانكماش إلى الأسفل في البداية ثم الانكماش إلى الأعلى في النهاية طبعا أعلى نسبة الذبول كما نشاهد هو على ورغة التين وأقل نسبة الذبول على ورغة البوتس ثم ورغة الكركديه وكل هذا بسبب تركيبة الأوراق فكلما كانت الورقة أخشن كانت تبخيرها للماء أقل وكلما كانت عكس ذلك كانت تبخير أعلى وكما نشاهد من البداية تبدو ورغة الكركديه ذبولت بشكل أسرع من ورغة التين ولكن الحقيقة مختلفة ورغة التين تذبول بشكل أسرع من ورغة الكركديه فنبات الكركديه هذا متحمل للحرارة أكثر من نبات التين ونشاهد الآن النتيجة النهائية بعد مرور ساعة كاملة ورغة التين ذبولت وجفت بشكل كامل وذلك بسبب تبخير الماء بشكل سريع أما ورغة البوتس تحتفظ بالماء ونسبة تبخيرها للماء ضعيفة جدا مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الماء داخل الورقة فأصبحت بهذا الشكل أما ورغة الكركديه كما نشاهد لازالت رطبة وذلك بسبب تبخير الماء والاحتفاظ بالماء في آن واحد فهي بخرت الماء بنسبة أقل من ورغة التين وهذا التبخر المتوسط منع تأثر الورغة بنفس التأثر الذي ظهر على نبات البوتس أيضا هذا التبخر المتوسط منع جفاف الورغة بشكل كامل كما حدث مع ورغة التين ترجمة نانسي قنقر